بسم الله الرحمن الرحيم هذه حلقة جديدة من سلسلة حل المشكلات الرياضية أو Problem Solving الجزء الخاص بالتكاملات أو Integrals هنحل نهاردة عبعض بإذن الله المسألة رقم 17 في السلسلة دي ويفضل تكون سمعت السلسلة كلها من أولها عشان تستفيد الفايدة الكاملة وتشوف السلسل الأخرى النهاردة هنحل آخر مسألة في الخمس مسائل اللي قلنا أنهما الـ Practice Test بتاع جامعة زويل مسابقة بتاعة Integration Bill المعمولة ولو رحت المسابقة دي إن شاء الله أنا هروح بس لنجيب المسائل واجه حرفياً يعني فهشوف المسائل هناك ونحلها مبعد على القناة بإذن الله لأجل الفائدة ولو حد حبيب يشترك فيها يعني اتدرب على الموضوع كويس مسألة النهاردة أسهل من السهولة بيقول لك تكامل فوق X تحت جزر X نقص 1 زائد جزر X زائد 1 في جزرين في المقام يخدوك شكلهم يخد بس الموضوع يبقى أبسط من النساء يعني أبسط من البساطة لما تعرف هتحل ده إزاي باختصار أول ما بنقابل جزور في المقام بنحاول نتخلص منها قلت لك بكده الكورس اسمه Problem Solving يعني فيه Problem معينة أنت بتحاول تحلها إيه الProblems دي أنواعها إيه الجزور دي Problem حاجة مش عارفة حلها أتخلص منها إزاي باختصار شديد خاصة لو الجزر ده في المقام ده ده حاجة عقبة فقال لك باختصار شديد فاكر زمان لو قلت لك مثلا أن أنا عندي في المقام حاجة زي كده جزر X زائد جزر Y بنتخلص منهم إزاي أنا عايز أخليهم مش في مقام عايز أخليهم في البسط فاكر لما كان يقول لك واحد على جزر 2 اوعد سيبي الجزر في المقام يقول لك اضرب بسط ومقام في الجزر اهو فالمقام هيبقى كده جزر في جزر يبقى إيه يبقى 2 والجزر 2 يطلع في المقام فاكر أنت بدل ما تخلي الجزر في المقام قلبته فوق فأنا استفدت إيه حاجات كثيرة قوي الجزر فوق أسهل من تحت بكثير ده باختصار يعني والمفروض أنك بتضرب في حاجة تخلي لك الجزر يطلع لفوق من غير ما تأثر في الإيه في الشكل اللي قدامي من غير ما ما يفعش أقول لك إذا جدعانة بدرب الشكل في 2 أوه بمساجي لا أنا أقدر أقول بدرب الشكل في 2 على 2 كده أنا ضربت في واحد ما أسرتش فيه الواحد ده محايد ضربي ما بيأسرش في حاجة اللي بتضربه فيها بس بدل ما بينهم موجب أضرب بينهم سالب وهنا نفس الشكل بظلط عشان بقى كنتي ضربت في واحد بالظبط كده ده أكيني ضربت في واحد ولا أكيني فرقت أي حاجة في الشكل بس إيه اللي استفدتوا الجزر بقى فوق ماشي تمام طب واللي تحت هيتكنسله إزاي اللي تحت ده بقى مقدار مربع كامل يعني إيه مقدار مربع كامل فاكر زمال لما كنت بقولك اضرب مثلا إيه زائد بي اضربها في إيه ناقص بي كنا نضرب إيه الأول في الأول يطلع لك إيه تربيع الأخير في الأخير يطلع بالناقص ناقص إيه تربيع ناقص بي تربيع حلو ناقص بي تربيع طيب والأول في التق بنقول كده هو بقى والطرفين أهم بناقص AB والوساطين بموجب AB يروح مع بعض فيتفضلك إن الأول تربيع والأخير تربيع مترحمين من بعض وخلص ده بنساميه إخضاء مربع كامل فلو عملنا نفس الكلام ده في الجزور اللي كانت في الفرض اللي فرضناه هتلاقي ان ده اكي انها ايو بي بالزبط سابقها هنقول بقى النتج نهاية يبقى على طول بالحفز كده حفزناها بقى مع الوقت الاول في الاول هيبقى ايه الحاجة دي نفسها تربيع هيبقى x لان الجزر هيتشل مع التربيع والاخير مع الاخير هيبقى واي وما منهم ناقص بس كده x نقص y بقى هو ده اللي في المقام بدل مكان لعبكة وجزور بقى في المقام x نقص y كده بسطنا الشكل اعمل بقى نفس الكلام ده في المسألة بتاعتنا بتاعت النهاردة اول ما لقيت جزور في المقام انا كتفكير يا انا ايه الشخصي درطف المرافق على طول هقوله بالضرب في المرافق فين المرافق حاجة تكون بتسوي واحد يعني حاجة فوق وقدها تحت طب ايه اللي فوق و ايه اللي تحت حط الحاجة حسب اللي هنا هحط نفس الجزرين دول بالزبط x نقص واحد x زائد واحد بس بدل ما هو بينهم موجب انا هحط سالب وعارف انا بحطه ليه عشان يبقى الاتنين دول مع بعض مقدار مربع كامل اهو اهو وبينهم نقص كده ده اكين درطف واحد ما اصرتش المعادلة خالص بس كده الانجاز اللي عملته اني نقلت الجزر بدل ما هو في المقام خليته في البسط ازاي هيتنقل لا ده لما تضربوا في ده الجزر هتتشال يقينا طب اشيلها ازاي هقول الاول ده في الاول ده يبقى نفسه تربيع يبقى الجزر تشال ادي اول حاجة خلينا نكتبه تحت شوية اهو اكس مقص واحد الجزر تشال ناقص التاني تربيع يعني اكس زائد واحد شيل التربيع هيشيل الجزر ده كده اللي في المقام فوق بقى هيتفضل ايه فوق في البسط انت ترابط ده في الاكس وهذا عشان نزبط المعادلة ما يبقاش بوزن حاجة بقدينا يعني اهو اكس مقص واحد ناقص جزر اكس زائد واحد المسألة دي فيها افكار حلوية دي اكس برا عايزين يعمل لده تكامل طيب تقدر تفك اللي تحت ده دخل الناقص خليه تدرك في كله جوه يبقى ناقص اكس ناقص واحد طيب شيل الاقواص ده جمع الناقص اكس تروح مع الموجة باكس الناقص واحد مع الناقص واحد يبقى ناقص اتنين يطلع برا بايه بناقص نص عندك اعتراض لا مفيش مقام كده خلاص المقام بقى واحد تعرف تعمل تكامل لده اه اه اعرف عمله تكامل ونص تعال اقولك ازاي نزل الثلد نص ده ميروش ايه علاقة بنا تكامل اكس مضاروبة في جزرين وزع لدرب اكس في الجزر الاولين ناقص اكس في الجزر التاني اكس في جزر اكس ناقص واحد ناقص اكس في جزر اكس زائد واحد كل ده دي اكس التكاملات ده سهل اقوى عارف ليه قاعدة كده الجزر ده اكينه قص نص عندك اعتراض اكينه قص نص وده اكينه قص نص ما هو الجزر يعني اين قص نص سهل يعني فاشا اما اساسيات طيب انا قدر اعمل بقى ايه لما تلاقي اكس بالمنظر ده مضروبه في اكس نقص حاجة نقدر نخلي الاكس دي نشبه الشكل اللي جوه فنخل نعمل ايه اكستنشن او اكسبانشن نخليها تتمدد ازاي الكلام ده هقولك الاكس دي خليها كده اهو اكس هلا نجيب لهم مختلف بدل هي اكس خليها اكس ناقص واحد زائد واحد حصل اي حاجة في الدنيا لا طب ايه اللي كسبته ما ده هيروح مع ده يبقى انها اكس برضه اللي الاكس ناقص واحد دي هتقوم مضروبه في ده كله بعدين الواحد ده هيتدرب في ده كله كده انا عملت ايه فكيت الشكل وحصلت على حاجة تقدر تكملها بسهولة ده مش حفظ ده باللوجيك الكلام ده عملنا كثير قوي في المسائل اللي فاتت طب نفس الكلام في الاكس اللي هنا تقول لي هتخليها اكس بس المرادة بقى زائد واحد ناقص واحد يا صلاة النبي ما هي هي عادي جدا بس ايه اللي اكسبتو ان الاكس زائد واحد دي كلها هاضربها في دي بهاي نفسها شيء بتضرب في نفسه بس الباور مختلف فبنجمع الباور ساعتها والواحد ده هقوم ضربه في ده كله يبقى الموضوع بقى سهل قوي بقى كنه توزيع ضرب عادي خالص تعال بع muscle بقى ونزيبها كونه هيبقتا تكامل كالقائتي طبعا في ساعت نص برها ملاهش اي علاقة بينك exterminة اكس واحد في اكس ناقص واحد لكل في قصة نص هيبقى اكس واحد الكل اجمع الاص بابه ده كنه قصة واحد كنه قصة واحد ده بجوه ده كنه قصة واحد في قصة نص يبقى نجمع ايه самомثم ايه الباور ماذا لوحد ونص يعني يعني كامل 3 على 2 طب زائد واحد مضروف فالقص هذا كله يعني زائد القص في واحد. اكس ناقص واحد. الكل قص نص. نزل زي ما هو. ده كده الفكة بتاعت اللعبكة اللي كاتنة. فكناها للقصين. نقدر نكمل كل واحد يوم على حدة. بدل ما هو كان اكس في حاجة مش عارفين نكمله. فكناها الحاكتين. هو ده هو ده السولف. هو ده السولفين بتاع البروبلم. فهمت الفكرة? طيب خلينا نكمل. في ناقص ينزل. ملوش اي علاقة بينا. اكس زائد ده. هنشيل بقى المكتوب. الواحد ده بالنقص. مع السلب اللي هنا. يبقى موجة. واحد من ده. مضروف القوس. يبقى ينزل القوس كله بالموجة. لان فيه سلب بره. ده رف السلب ده. في واحد في القوس. لكن انا بنوزع الدرب يا جماعة. سهلة يا. بس بدل ما وزع الدرب على كل عنصر من التلاتة دول. ده الواحد وده الواحد وده الواحد. لا. خدت الاتنين دول مع بعض. عشان هم ده. خدتوا على بعضه عشان هو شبه ده. فهمت اللغز في الموضوع. يبقى زائد. اكس. انا مش عارف اكتب ليه. اكس زائد واحد. الكل اص نص. الجهاز مش ملاحق. احنا اسرع من الجهاز يا ابني. طيب. كده ايه? كده خلاص. ده تقدر تكمله ببساطة. ده ببساطة. لان كلها من الدرجة الاولى. اللي جوه من الدرجة الاولى. فقدر اكمله. ليه بقدر اكمله. اي قوس في الدنيا مرفوع لباور. لو لقيت برا مضروف المشتقة بتاعت اللي جوه. يبقى تقدر تكمله. لو قوس مرفوع لباور. واللي جوه القوس ده مشتقته برا قدر كامله. طب اي حاجة جوه قس واحد. اللي هي اكس مسلا. مشتقة الاكس بايه? بواحد. طب اكني برا هنا في واحد. وهنا اكني في واحد. خلاص بيبقى اي قوس من هنا ورايح. اي قوس مرفوع لأي باور في الدنيا. لو لقيت اللي جوه هنا من الدرجة الاولى. ومشتقته موجودة جنبي. اللي هي واحد يعني. ممكن تقدر واحد. هقول لك ازاي. يبقى تقدر تكمله مباشرة. نزود القس واحد ونسمع القس الجديد. فاهم الفكرة ايه? لكني دلف مشتقتها. مشتقت اللي جواها بقى. فاهم الفكرة ايه? طب اي فرد هنا كان واحد ناقص اكس. مشتقته اللي هي السالب ده لازم يقبرا هنا. عشان تعرف تشتغل. واقدر اقول ساعتها ان نزود القس واحد ونسمع القس الجديد. لازم يقفيه السالب ده موجود برا. طيب خلينا نشتغل بقى هنا مفيش سالب. نراح مخينا. السالب نص ينزل. طيب ده يبقى تكمله ايه? اكس نقص واحد دي. زود على الباور واحد يبقى خمسة على اثنين. ايه اسم على الباور الجديد? زائد. هنا اكس نقص واحد. زود على الباور واحد يبقى تلاتة على اثنين. نص زائد واحد يعني تلاتة على اثنين. لو واحد ونص يعني. واسم على الباور الجديد. ناقص. اكس زائد واحد. تلاتة على اثنين زود عليها واحد تبقى خمسة على اثنين. واسم على القس الجديد. خمسة القص الأخير كان X زائد واحد قص نص هيبقى زود على القص واحد يبقى ثلاثة على اثنين ويقسم على القص الجديد كل ده مضروف في السلد نص اللي برا دي وفي الاخر زائد ثابت كده خلصنا طبعا الحل ده أفضل بكتير من وجهة نظري وجميل والحل اللي موجود في الورق برضو حلو اللي موجود في الفايل اللي الناس كانوا منزينه على الجروب بتاع المسابقة بس مش احسن حاجة الحل بتاعهم يعني حلو بس هو عمل تريكا كده ممكن متفهمهاش بسهولة هبقى قولها لك بس يعني ايه خليها في مرة اخر ايه سهلا مفيش صعوبة يعني ده ده ابسط حاجة تعملها ده ده الحل البرنز يعني ان شاء الله فدعواتك وعملنا كثير طبعا قبل كده دعواتك ليه بالتوفيق والصلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مع بعض بقى المرة الجاية مسائل جديدة لنج يلا سلامة